مرحبا بكم من جديد اليوم عدنا شرح موضوع جدا جدا مهم اللي هو المضارع التام المضارع التام مع ever بس اول شي قبل لا نفتهم ever لازم نعرف شنه يعني مضارع تام present perfect بس قبل لا نبدأ حب اذكركم انه لا تنسوا ان تشتركوا بالقناة ويتخلون لايك للفيديو فخلنا نبدأ اول شي لازم نتعرف عليه هو الصيغة العامة للمضارع التام لل present perfect الي هي شنو تبدأ بفاعل وراها يجي فعل مساعد وراها تصريف ثالث للفعل وبعدين عدنا تكملة الجملة زيان على مد نفهم هاي الصيغة اكثر واكثر خلنا نفصلها وناخذها بالتفصيل اشعدنا عدنا الفعل مساعد ويه ال present perfect الي هو فقط اثنين الي هنه have و has زيان هذن ال have و has نستخدمهن حسب الفاعل اللي ما يعرف شنو فاعل الفاعل اللي هنه ضمائر الفاعل اللي هنه she, he, it, they, we, you, I وعدنا اسماء الاشخاص اسمي واسمك هذا كله يسموها فاعل تمام ومرات تجينا كلمات مثلا boy, girl, student اثن استخدام ال have و has يعتمد عليه الفاعل مالتي فنجي من لما عندي فاعل she, he, it, it ومفرد نستخدم وراهن فعل مساعد هاز هي هاي الصيغة نفس هاي بس بالتفصيل مع الفعل المساعد وراها تصريف ثالث للفعل تصريف الثالث للفعل يكون مثل ما تعرفون عدنا كل فعل الى تصريفين ماضي وتصريف ثالث مثلا eat يأكل الماضي مات at أكله والتصريف الثالث eaten هذاني التصريفات تنحفظ جدا مهمة تمام موجود عدكم تمرين بكتابكم اللي هو هذا هذاني التصريفات حفظوها مهمة تجي هواي عليها اسئلة تاره وراها عدنا عدنا لما يكون عندي الفاعل هذ الفاعل يكون ضمير they we you i they whom we نحن you انت او انتي او اي انا او جمع اثنين شخصين يعني مثلا محمد اند احمد اثنين اش نستخدم فعل مساعد هنا مو عدنا لازم ورا الفاعل يجي فعل مساعد اش نستخدم نستخدم الهاب واكثر شي سرح نستخدم الهاب بموضوعنا هاذ ورا تصريف ثالث للفعل يسمو past participle اختصارة pp زيان خلنا ناخد جملة على ما نفهم هذا يصيغ اكثر الجملة الاولى تقول you have written the homework you have written انت كتبت الhomework الواجب المنزلي و معلومة اضافية انه المضارع التام هو بالماضي استخدامه بس بوقت غير محدد ما نعرف بالتحديد يا ساعة بالماضي يا يوم تمام فمن انه احنا سوينا شي بالماضي بس ما نعرف او ما نذكر بالتحديد شوكت الوقت بالتحديد ما عرفه فاستخدم زمن المضارع التام اوكي نشوف هنا عندنا you هي الفاعل الفاعل اللي هو من جماعة الهاب بما انه عندي فاعل you you يجو ويافعل مساعد هاب فاني هنا همين استخدمت هاب ورا بالصيغة تقول لازم تصريف ثالثة written هاية write هي المصدر وwritten هي التصريف الثالث للفعل وwrote هي الماضي the homework هاي تكملت الجملة ما بيها شي اوكي ناخذ جملة اخرى يقول he has written the homework هي نفس الجملة بس غيرت الفاعل سويته هي اللي هو يعني هو شخص ولد هو هو كتب اللواجب المنزلي فاذا تلاحظون من غيرت الفاعل غيرت ويا الفعل المساعد ليش لانه هي تاخذ الهاز فعل مساعد زيان ما يصير اقول هي هاف لا خطأ كل فاعل احفظ الشي جوية فعل مساعد هن بس اثنين هاف وهاز عدكم افعال مساعدة مع هذا الزمن ورا ايضا تصريف ثالث وورا تكملت الجملة هس شنو ما اتعلمت شون اكون جملة بحالة الاثبات بزمن المضارع هس لازم اعرف واتعلم شلون احول هاي الجملة الى النفي وإلى السؤال تمام فنجي بالنغتف النفي شون انفي جملة مجرد مجرد بكل بساط اجيب كلمة نوت اخليها على الفعل المساعد زيان فهاي نفسها جمل انت كتبت الواجب رح اسويها انت لم تكتب الواجب مجرد يعني رح حول هنا في مجرد اش رح اسوي رح اخلي نوت على الها على الفعل المساعد فاش تصير تتخلى النات ورا الها لها لها لاحظوا هنا ها 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 الها اختصار اللي هي ها 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 الاختصار جدا مهم حفظو كل الاختصار بالازمنة مهم حفظوها يجبوكم اياها بالامتحان زين هذا النقات بالنفي هس شون احول هم ينهاي الجملة نفسها انت كتبت الواجب شون احولها الى سؤال question مجرد اش رح اسوي هذي الفعل المساعد رح اقدم قدام الفاعل قدام اليو فهي مو يو ها بش تصير هذيو written the homework وخلي اخر شي علامة تستفهم بس بهذي البساطة زين ومن اجاوب لازم هم اجاوب عن هذي السؤال مو سؤال شون اجاوب هذي هم مهم ترى هذي يجي مرات علي اسئلة زين ويا ال ever اللي هسه هم رح نشرح هناخذ هل انت كتبت الواجب فمن اجاوب يا اما يس يا اما نو فاش اقول اذا يس اقول يس اي هذ اكتب يس واهنان دا اسألك اقول هل انت كتبت الواجب المنزلي انت ش تقول نعم انا كتبت او تقول لا انا لم اكتب تأخذوها من السؤال موجودة بالسؤال زين هاذ جواب هاذ الجواب مهم زين هس الجملة الثانية هم رح حولها نفي ورح حولها سؤال رح نجاوب على السؤال هو كتب الواجب البيتي شان رح حولها ناكتب مهم مجرد اخلي نوت على الفعل المساعد فالفعل المساعد هاز رح اخلي نوت عليه هو لم يكتب الواجب وذا بالكوستن السؤال يكون شنو نقدم هاي الفعل المساعد على الفاعل فهي هاذ الصير هاذ هاي ريتن وخلي علامة استفهام حسنا نجاوب هم نفس الشي نجاوب بيس او نون اي سؤال عندكم يبدأ بفعل المساعد لازم الجواب عننا يكون فقط بيس او نون اوكي فاذا باليس اقول يس بعدين اجيب الفاعل نفسه هي وبعدين الفعل المساعد هميانا نفسه هي هاز هي هاز هي مو اتو تكتبون يس فتجون على السؤال مو هي هاز هي تحولوها هي هاز وتخلوها هنا ورا اليس واذا بالنو هم نفس الشي اكتبنو هي هاز هي احولها هي هاز وخلي نوت هي هاز نوت او تكتبها اختصار هازنت اما هاية فهي هميان هاف يو هميان حولها يو هاف بس ما يصير انا من احد يسألني اجاوب هميان باليو وانما اجاوب باي انا فلهذا صارت اي هاف هنا اليو مجرد تحولة اليو الى اي هميان قلبناه وحولنا اليو الى اي تمام يعني بشكل مختصر هاني كتبت اليس من ابدي اجاوب اكتب يس هي بعدين اليو وحولها الى اي اليو وين ما تشوفوها وتريدون تجاوبون عن السؤال حولوها الى اي دائما خلصنا هسا تعلمنا هاذ المضارع التام هسا ننتقل للمضارع التام من لمن وياه افر فعدنا المضارع التام مع افر افر هي تدخل في جملة المضارع التام فقط تجينا مع المضارع التام زين وفقط في حالة السؤال يعني السؤال ما لزمن المضارع التام بس اقدر ادخل عليه افر النفي والاثبات ما اقدر زين زين شنو صيغة هاي الافر وين يكون موقعها في الجملة يكون موقعها كالتالي تبدأ فعل مساعد دائما السؤال يبدأ عندنا بفعل مساعد ورا الفاعل ورا الافر اذا الافر وين الشخص ضمائر الفاعل او الاسماء وبين تصريف ثالث للفعل وهنا عندنا ملاحظة يقول يكون موقعها بين الفاعل والفعل الاساسي هنا الفعل الاساسي قصد التصريف الثالث للفعل تصريف ثالث للفعل بيانات هن زين ناخذ سؤال سؤال يقول هل اكلته فاكهة التنين دراجون فروت فاكهة التنين لما يعرفها اللي هي هاي صورتها هل اكلت فاكهة التنين ديس الاحاد فاجي اشوف هاذ السؤال بادي بالفعل المساعد هاذ والفعل عندي بالتصريف الثالث اذن هذا يا زمن زمن مضارع تام من بين اذن انا اقدر استخدم الـ وياه هذا السؤال فمن اريد ادخل الـ وين يكون موقعها بالتحديد بين الفاعل وين الفاعل يو والتصريف الثالث للفعل اللي هو الفعل الاساسي فبيانات هن رح اخلي فشون يكون هل سبق وكلت فاكهة التنين زين فأفر معناها هل سبق هيتش تمام زين هسه من اني عندي سؤال ب افر من اريد اجاوب عليه شون اجاوب ما طول السؤال بادي بفعل بفعل مساعد فهم يعني يكون الجواب يس و نون زين بس من عندي يس اضيف شي هم ينا للجواب اللي هو شنو يكون يقول الاجوبة القصيرة مع الاجوبة القصيرة يجب ان نستخدم زمن يا زمن الماضي البسيط مهم هنا نستخدم الماضي البسيط يعني شلون يعني خلنا اخذ ونفتهم فهذا السؤال سائل يقول هل سبق وأكلت فاكهة التني فيما أقول yes I have شقنا بالجواب بالشورت أنسر نفس المضارع التام أخلي yes بعدين أجي هنا على السؤال مالتي هي مو have you أسويها you have والyou أحولها I بصير I have yes I have بعدين لازم أخلي جملة تكون بزمن الماضي البسيط ليشون تكون I ate the dragon fruit last week فتلاحظون الماضي البسيطاني شارحته ورح خليلكم الرابط مات بصندوق الوصف اللي يحب فهو بكل بساطة أنه الماضي البسيط مع هذا الموضوع يكون أنه يبدأ بفاعل بعدين الفعل بالماضي وبس زين بس قدتم ما مطلوب منكم تكتبون هاي مرات يجيكم correct فيخالين هاي الجملة فلذال كان يداش رحلكم بس قدتم ما مطلوب منكم تكتبون هاي الجملة هالطولات هاي تمام حاليا مستواكم ما يطلبون منكم ما يجيكم هايش أسئلة فبس أريدكم تعرفون إنه هاي الجملة تكون بزمن الماضي البسيط يعني يجيك سؤال وهنا خال لك correct هذا الفعل سوي correct يجيب بالمصدر إنت من تريد تحلى هذا الفعل تخليه بالماضي البسيط زين وسمن ناخذ أسئلة عندي سؤال على هذا ورح تفهمون أكثر وما إذا أريدت أجاوب بالno يكون I haven't زين مطلوب منكم yes I have and no I haven't هاي مطلوبة بس هاي الجملة الطويلة اللي هي تجي فقط ويا yes ما مطلوبة منكم يعني أنتو تكتبوها تمام أوكي كمان شرح المضارع التام اللي ويا ever عرفنا ever شنو تجي فقط ويا السؤال إذا شنو ننتقل لصيغة الأسئلة هس عبنا شون تجينا الأسئلة عن المضارع التام مع ever يكون كالتالي أول سؤال يقول have you ever فراغ B to Turkey هل سبق لك ذهبت إلى Turkey تركيا correct صحح صحح هذا الفعل اللي مطينا يابين قوسيان فآني من أشوف ever جاية ويا المضارع التام اللي هو body به وهذا السؤال فلازم الفعل وراء ever يكون شنو حسب صيغتنا الأخذنا هيكون تصريف ثالث للفعل أوكي هي أصلا من تشوفون ever قبل راح تقولون إنه هذا زمن هاي جملة مضارع تام قبل لأن هي فقط نستخدم ها ويا المضارع التام فآني بالمضارع التام الفعل ماتي لازم تصريف ثالث للفعل فشنو التصريف الثالث للفعل ب اللي هو been هل سبق لك وذهبت إلى تركيا بس سؤال الثاني قول همين ever يعني مضارع تام هل سبق لك ورأيت البرامدز الأهرامات كوريكت همين ما طول شفت ever يعني مضارع تام يعني راح أحل هذا الفعل مجرد أحاول إلى تصريف الثالث وبس شنو التصريف الثالث ما الس اللي هو seen سؤال هل سبق سبق لك وذهبت إلى ايجيبت مصر فever هم مضارع تام لازم أختار تصريف ثالث فهي تصريف ثالث ال gun وهي أصلا ال gun تصريف الثالث ما الفعل go اللي هو go يذهب gun ذهب زين الوراء يقول هل سبق لك ودرست عن الفضاء وبعد ينش منطين yes I have مجاوب هذا السؤال والجواب مات yes I have نعم أنا فعلت I فرغ study about space a year ago أنا درست عن space الفضاء منذ سنة مضت a year ago يعني منذ سنة مضت ويقول لنا correct correct هذا الفعل اللي بين قوسيا فأني من شرحت لكم من عندنا سؤال بالever من نجاوب عليه بال yes لازم عندي الجملة اكتب هويات كون بزمن الماضي البسيط زين فأني من يجيني correct بالماضي البسيط الشال رح حل مجرد هاي الستادي احولها للماضي فشنو الماضي ما الفعل استادي لي وستادي بس هذا الحل تمام هل سبق لك وشاهدت هذا الموفي الفيلم شورت آنسر شورت آنسر يعني شنو يعني يقول لنا جاوب عن هذا السؤال باستخدام الاجوبة القصيرة شورت آنسر يعني اجوبة قصيرة فأني شنو جقنة بكيف تختارون يس أو نو ما محدد الاجوبة القصيرة عندنا اما يس يأما نو فبكيف تختارون يس تختارون يو انتم مخيرين فأنا رح احللكم باليس والنو اللي يريد يختار اليس بكيف ولي يريد يختار النو كيف فباليس اكتب يس بعدين ارجع للسؤال ماتي هي مو هاف يو اقلبها تصير يو هاف وهاي اليو احولها الى اي فيس اي هاف نعم انا فعلت وبس الهنا انتم ها هي جوابكم ما محتاج تكتبون بعض جملة بالماضي البسيط زين وذا بالنو اكتب نو وهما ارجع للسؤال هاف يو احول هي يو هاف وحول اليو الى اي فنو اي هاف ولازم ما طول اخلي نوت للفعل المساعد ماتي ف نوت لا انا لم افعل او اريد اكتبها باختصار هاي الهاف نوت اختصرها تصير هاف انت لا انا لم افعل السؤال السادس يقول هل بقيت وحدك وحيد بقيت يقول لنا يو استخدم على هاذ السؤال فشنو موقع افر وين بين الفاعل والتصريف الثالث للفعل فالحل يكون هاف يو افر ستايد الون بس هل بقيت هل سبق لك وبقيت وحدك السؤال الوراء هي نظفت المنزل يستردي البارحة منطينا اختيارات نختار بينهن يقول لنا هل هاي الجملة بزمن الماضي البسيط ام بزمن الماضي البسيط هنا شنو الماضي لازم تجملة بيها ياما هاذ ياما هاذ اوكي فهنا هل انتو تشوفون هاذ وهااذ ما عندي لا هاذ ولا هاذ وهم ياما هاذ موجود يستردي يستردي يعني البارحة هاي فقط نستخدمها ويا الماضي البسيط زيان اللي هو الباس سمبل اذا بما انو ما عندي هاذ وهااذ وايضا عندي يستردي الدل على الباس سمبل اذا هاي الجملة هي في زمن الباس سمبل الماضي البسيط اوكي اللي هنا خلصنا اتمنى تكونون افتهمتوا واستفاديتوا اللي عنده اي سؤال يسألني بالتعليقات واني اجاوب لا تنسوا نخلوا لاكي للفيديو واشتركوا بالقناة الى هنا مع السلامة